يعني بشكل عام لو بغينا ندخل عيادات الأسنان الخاصة من الداخل ونتكلم عن أبرز الممارسات السلبية والخاطئة والأضرار التي تنجم عنها داخلها في البداية مثلا خير أول شيء وأكبر ضرر الآن موجود في عيادات الأسنان هو وجود الكوادر الغير مؤهلة أطباء غير مؤهلين هم المسيطرين على سوق العمل في العيادات الخاصة غير مؤهلين يعني غير مؤهلين مثلا يعني غير مختصين يعني طبيب مقيم أغلبهم أطباء مقيمين غير مختصين يعني ما فيه مثلا طبيب تركيبات طبيب تقويم لا هو طبيب عام يصير بتاع كله ويشتغل يسوي كل شيء وهذا أبرز شيء موجود داخل هذا أبرخطة طبعا طبعا لأنه أنت ما ليش أنت قاعد تتعامل مع إنسان أوكي فأنت متخرج من الجامعة طبيب عام أوكي نعرف أنك تعرف تسوي كل هذا لك أنت مش مختص فيه